أسعار الغذاء أصبحت اليوم أغلى مما كانت عليه خلال الـ 46 عاماً الماضية فمؤشر منظمة الأغذية والزراعة الفاو قافز في أغسطس لأعلى مستوياته منذ عام 1975 قفزة تاريخية في أسعار الغذاء تسببت بها تقلبات المناخ التي أدت إلى تدهور الحاصلات الزراعية في بعض المناطق هذا بجانب نقص العمالة والطراب سلاسل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى تقليص بعض الدول لصادراتها الغذائية للسيطرة على الأسعار محلياً ارتفاع أسعار الغذاء ليس بالأمر السهل فإنه يعد واحداً من أهم وأخطر التحديات التي تواجه العالم في كل الأوقات نظراً لما يسببه هذا الارتفاع من الطرابات الاجتماعية فمثلاً يلتهم الإنفاق على الغذاء في الدول الفقيرة أكثر من 50% من دخل الأسر حتى على مستوى الدول فإن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية نظراً لارتفاع فتورة الاستيراد أما في الدول الغنية فالأمر يشكل معضالة كذلك فإن ارتفاع الأسعار يعني ارتفاع مستويات التضخم إلى درجة تضطر معها البنوك المركزية إلى اتخاذ قرارات قد تقوض من عملية التعافي الاقتصادي ومع تحذيرات أممية من أن خطر نقص الغذاء قد يهدد نحو 10% من سكان العالم فإن ارتفاع أسعار الغذاء قد يفاقم من هذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر